نتواجد حاليا في عزلة بني عمار بمديرية الشمائتين تمتاز هذه العزلة بسلسلة قبلية واسعة تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح نحاول أن نستطلع الوضع هنا في هذه العزلة هذا القبل الذي تشاهدونه الآن يسمى قبل مهمة وتسيطر عليه قوات الجيش الوطني ومنه تشون قصفا مدفعيا على مواقع لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في مديرية الوازعية على الناحية الأخرى هذه السلسلة القبلية التي تشاهدونها الآن تسمى بيئة القرن الشامي حاولت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح التسلل إلى هذا القبل لكن قوات الجيش الوطني أفشلت هذه المحاولة وتبسط سيطرتها الكاملة على هذا القبل يقابله هنا هذا القبل ويسمى بقبل الضعيف وفي آخر القبل يوجد القرن غراب وتتواجد في آخره ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من اتقاه مديرية الوازعية التي تحاذي عزلة بني عمر وتوجد في هذه الناحية إلى الغرب من مديرية الشمايتين هذه هي مديرية الوازعية تسيطر عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وهنا من الناحية الأخرى تشاهدون هذا قبل حرض وإلى جواره هذه السلسلة القبلية هي ما يعرف بقبل قرداد وتتواجد فيه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يطل على مديرية الوازعية وعلى مناطق راسين والعقيمة الميليشيات حاولت إحداث اختراق في صمو قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه العزلة لكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أفشلت كل محاولات ميليشية الحوثي والمخلوع صالح إحداث أي اختراق أو تقدم في هذه القبهة فواز الحمادي قناة بلقيس تعز